مساء الخير الغيث الرئاسي لا يزال محتبسا بين مبادرات وثنائيات وخماسيات خارجية وسدود محلية لكن زنار النار هذا لم يمنع أهل الفلك السياسي من رسم توقعات تشرينية تشبه إحداثيات العالم الهولندي فرانك هوجربيتز ففي الهزات الرئاسية على مقياس قطر ما يتم طرحه حاليا عن سلة أسماء تنعى في تفاصيلها المبادرة الفرنسية لكن الحراك القطري اللاعب بين أيلول وتشرين لم يلغي زيارة حامل الأمانة الأول جان إيف لودريان القادم حتما إلى بيروت لاستئناف مساعيه وإذ يضخ جو يحبس الأنفاس الرئاسية الشهر القادم فإن هذا المعطى لم يقرن بجهود محلية لا على المستوى مستوى الحوار وعلى لا على مستوى المواقف الموتى الشديدة ومن بينها مرة جديدة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والصهر الذي أضنى عمه الجنرال في جولة عكارية كالخدمة الإجبارية هدد بالنزوح إلى الصف المعارض وحمل السيف محاربا الجيش ردا على مواقف جوزيف عون الأخيرة التي أصابت الصف الوزاري للتيار الذي لا يحضر جلسات الحكومة ويحاضر بعفاف رفض النزوح وانتقد باسيل مسؤولين سياسيين وأمنيين سيكتين وعم بسهل فتح الحدود البرية لدخول السوريين إلى لبنان وعم يتشدد بتسكير الحدود البحرية لمنع خروج وسأل منجيب حدا منه الرئيس جمهورية قائلا أن النزوح ليس وسيلة للحصول على رئاسة والرد على باسيل جاء بالصدفة من نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عندما وجه تحية كبيرة للجيش اللبناني وأشاد بعقيدته وبتصديه للاحتلال الإسرائيلي واللافت في كلام قاسم إشارات عن المستقبل الرئاسي إذ قال إن الحوار مع التيار الوطني الحر مستمر لكنه أحد الطرق وليس الطريق الوحيد والحصري لانتخاب الرئيس فنحن مع حوار الرئيس نبيه بره الذي قد يصل إلى نتيجة قبل حوارنا مع التيار وقد يكون هناك أي طريق يمكن أن يوصل بسرعة إلى انتخاب الرئيس فسنختاره على قاعدة الهدف وهو إنجاز الاستحقاق الرئاسي وهذه المواقف تفتح على خيارات لحزب الله لم تعد محصورة في ميرن الشلوحي وقد تلتقي مع المبادرات العربية الدولية وإن كانت بعض التصريحات لمسؤولي ونواب الثنائي ترفض التدخلات الخارجية والعلامة المشتركة أن هذه الدول هي أيضا تبدي رفضها للتدخل وتحث اللبنانيين على إنتاج رئيس سيادي كما عبرت السعودية أمريكيا أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية ساموال بوربرغ أن اجتماع اللجنة الخماسية كان من أهم الاجتماعات المرتبطة بشؤون الشرق الأوسط جازما بألا خلاف بين الأطراف المجتمعة وخلال مقابلة خاصة للجديد أجرها مراسلنا في نيويورك رامز القادي نفى ووربرغ ما يتم تدوله عن مهلة زمنية اقترحتها أمريكا ووضع ذلك ضمن محاولة للتشويش على الموقف الأمريكي الرامي إلى اختيار لبنان رئيسه وتشكيل حكومة في الوقت المناسب للبنانيين وأضاف نحن نحث كل الأطراف اللبنانية على الإسراع بإنجاز هذا الاستحقاق لكن لا صحة لكل هذه الأكاذيب وقال المسؤول في الخارجية الأمريكية نحن والمجموعة الخماسية نتفق على ضرورة مضي بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة أما لبنان فكلما سمع بعبارة الإصلاح انتابته حساسية مفرطة فيطلق آليات العمل ضدها وضربا لمفهوم الإصلاح تأتي مناقصة المطار التي فاز بها أمير التعديات على الأملاك العامة وسام عشور ولكن الفضائح لا تكمن بفوزه بمناقصة بل ما بعد بعد المناقصة إذ غزع عشور المطار بمقاهن كانت مستودعات وفرض ضريبة دخل على أهلبها الطل من خلال تسعير الضيافة في سالون شرف ورفع سعر الخدمات في المطار وأيضا في معلومات الجديد أن المناقصة وبعدما تعدت حدودها سيعاد النظر بتنفيذها عبر هيئة الشراء العام وأجهزة الرقابة المختصة إضافة إلى تحرك نيابي للمسائلة أطلقه النائب إبراهيم منيمن فمن طبليت البحر عند شاطئ الرمل البيضة إلى الإقلاع بمناقصة المطار يفترض أن يتحرك ما تبقى من أجهزة لدى الدولة لضبط مستثمر فاءت رائحته ورائحت صفقاته ودفنتها السلطة في مجرور عاشور ترجمة نانسي قنقر